قصتنا النهاردة هي من أين يأتي العطور سندس وسالم رايحين لجدتهم وقالوا لولدتهم عايزين يجيبوا لجدتهم إزازة عطر من عطر اليسمين فهو المفضل لديها ذهبوا لجدتهم ونظرت الجدة إلى زجاجة العطر في إعجاب شديد قالت سندس لجدتها أخبرين يا جدتي كيف تتم تحويل زهور اليسمين إلى عطرك المفضل قارة الجدة بتبدأ صناعة العطور بجمع الزهور وتكفيفها في الهواء وتوضع في إناء وبتعتمد قوة العطر على كمية الزهور المستخدمة فيها بندغط على الزهور بمعلقة خشبية وبعدين بنزود لها القليل من الزيت ولكن يكون عديم الرائحة ونغلق عليها الإناء بإحكام ونتركها في مكان يكون بارد ومعتن ونسيب العطر من أسبوع إلى أسبوعين قال سلم لجدته بعد الوقت ده هل بيكون العطر جاهز؟ قالت الجدة لأ لسه بيكونش جاهز لازم نضيف على الزهور دي زيت عطري مركز علشان تقدر هذه الزهور إن تبقى محتفظة بالريحة أطول فترة ممكنة قالت كمان إن ممكن إن احنا نضيف الكثير من الروائح لهذه الزهور ممكن نستخدم مثلا الأخشاب أو الفكهة أو الأعشاب أو التوابل لتحضير زيوت عطرية مختلفة ونبدأ نجمجها مع بعض علشان نطلع عطور متميزة ومتقرة وعشان يبقى الزيت العطري حلو جدا لازم نزود عليه زيت عديم الرائحة وبعض القحول ونرجي الإزازة جيدا جدا وبعدين نسيبها لمدة ما تقلش عن يومين وبعدين نحط عليه ماء مقطر وفيه عطور كتير جدا ممكن إن احنا نستخدمها فيه مثلا عطور ممكن نستخرجها من مصدر حيواني زي المسك والمسك ده بيطلع من الغزلان والعنبر نجيبه من الحوت والعطور دي بتقعد طويلا جدا جدتهم قالت لهم كمان إن احنا ممكن نحضر العطور بنفسنا في المنزل وبخطوات بسيطة جدا راحت الجدة في الحديقة وجمعت زجور الجسمين المتسقطة وبعد الزجور التانية كمان وجابت إناء زجاجي وطلبت من سالم وسندس إن هم يحطوا فيها الزجور وأضافت القليل من المية وقطرت كحول وأغلقت الإناء وبعد 20 دقيقة قامت الجدة بتصفية العطر ونقله في زجاجات صغيرة ومجه معاد ووقت إن سالم وسندس يروحهم إدتهم جدتهم زجاجات العطر وقالت لهم بترتبط العطور عادة بالأشخاص والأماكن والذكريات مثلا أنا بحب شوارة اليسمين ترجمة نانسي قنقر